اشتركوا في القناة انا قلتين اكسبيها ماما وانا هعملها ليه؟ شفتين اتكسحت ولا اتشلت ايه مالكو في ايه؟ متوحيد لا يا فاطمة لا لا الا الله وهصلي عنابي كمان ايه اللي حصل يعني مالكو؟ مش وراكو حزن روحوا حزنوا اصلي يعني ما انت بتوع منكو بيت الشاي؟ بتبقي شوفتي حاجة خير ان شاء الله في ايه؟ لا يا اختي مفيش حاجة ابدا كل الحكاية مني عندي عيلين واحد محبوس والتاني عربان والحكومة بدي الكلب عايزة تعدموا ماما الاتنين يبقى فيها حاجة بقى لما تقعكم بيت الشاي من ايدي على الارض؟ لا ده الاصول امسكها سخنة مولقة وادلقها على جدتي كمان ايه الكلام ده يا فاطمة؟ انت عارفة تين السكر والشاج بكامل نهاردة؟ كنت اختار حاجة عرخة شوية ولا هو حيب اموت وخرضي يا عرض؟ ماشي يا عبد الناصر ماشي ده انا كل شوية ايجي هيلفي بالي قلعد من اللي قابليه لغاية ما خلاص حاسة اني هتجنس يا فاطمة يا فاطمة انت مش هتبقى حنى على عيالك من اللي خلقهم تعالي سيبك من خيالات الشيطان اللي في الضماغي دي عظيم مسلميها لله ربنا مارضاش بالظلم بيت انت انا شرط عليك لو هتقعودي هنا ما تقوقيش انا مش نعصاتي حاضر يا ابا مش هعاية هكيتم هكتم في نفس الحد معي لا عياتي يا اختي عشان انا اللعية ولا اقولك عياتي وفطفاضي وخدي راحتك نيال هي بلم الازاز ده من على الارض وطوائيه وانت يا عبد الناصر تعالى وراي هديني في الضار اعمل لنا كبهات الشاة حاضر حاضر مش وكلك ارجع بيتك وكفيدك جلدك ما سمعتش كلامي حطيلي فص قروب في العشان ايوة حاضر ايوة حاضر ايوة اخوتي هو انا اخوتي لا سعر من شوية اهوة حاضر ايوة حاضر عمل ايوة حاضر دمان ايوة حاضر الفلوس محسن باش عرفة الفاسد المعفن خد ميت جنيه عشان يخليك تقعد هنا وصينا لحد من التمن عليك بس أنا خوفته قلت له لو رماك في الزنزانة الوحدة كده وحصل لك حاجة حيشيلوا كلهم المسؤولية انت راجل على زينة قضية يعني لسه محتاجين لك طيب ما قدونيش لي المستشفى معك فلوس لا خلاص هنا أرحم لك مستشفى السجن من غير فلوس موت محقق عرف أخينا التخيل ده بيدفع كام في حقنة الأنسولين اللي النيابة صرفها له عشرين جنيه في الحقنة الوحدة وإلا يقولوله الكهرباء قطعت والأنسولين باص في التلاك بس يا تلا رب دونش من قدمين لا يا راجل قدمين ونص انت بس اللي مش واخد بالك يا أخي كل ما بص على مفعلات الدهشة اللي على وشك حاسينك مليكش علاقة خالص بموضوع تفجير الكنيسة ده أنا فعلا مليش علاقة بموضوع الكنيسة ده وهم عارفين ده كويس والكلب اللي اسمه عبد الرحيم عارف ده كمان مش هسيبه غلما يشهد بالحق ويطلعني براه أنا واخوي طب ايه ده بس ايه ده ايه ده متفقرش ده انت راجل صاحب عاية دلوقتي انت فاكرا ان كل واحد في اللي حواليك دولي قدال قطلة مثلاً ولا إرهابي دولي ايه بس دينيش شالت سلاح على الدولة وعلى ناس عزل إنما أنا لأ أنا غير ومين قالك كده في ناس شالت سلاحة واتحكمت وقدت مدودها ولسه قاعدة في السجنة بقالها عشر سنين وفي ناس كانت قاعدة مع ناس شالت سلاحة لمجرد ان هم قريبهم او اصحابهم برضو اتقبض عليهم مرميين في السجن وفي ناس لا شالت سلاحة ولا قاعدت مع ناس شالت سلاحة بس مجرد ان هم يتعملهم قضايا لزباط أمن الدولة اللي مش لقيينش ولانا وفي ناس جات هنا في شكاوى كايدية كل ده بفضل قانون الطوارئ المبجل عيوة بس برضو دي ناس منتمية لجامعات واقفة ضد الدولة هي بتسميهم إرهابيين وهم مسامين نفسهم إسلاميين أنا ماليومار كل ده حتى عاصم الله رحمه اللي كان ساكن معايا وتقتل في التحزين كانش لي داع ولا بتنظيمات ولا يحزنون برضو مش عايز تفهمه طيب عندك أنا مسامين عارف وقالي كام سنة في السجل عاشر سنين بالتمام والكمال تفتكر تهمتي إيه؟ أنا شرفة تهمتي إن حاصل على الدكتوراه في المفاعلات النووية هي في حد ذاتها مشتورة بس ضيف عليها إن أنا مقتنع بفكر جماعة الجهات ينحر السود ومنيل اتقابض عليها في حداشر سبتمبر في بريطانيا أنا كنت عايش هناك بعلي سنين وبعد شكوة كايدية رحلوني على مصر عشان بلدي الحبيبة تنتزع مني اعتراف إن اللي هي سلاط إرهابية بتنظيم القاعدة بلدي الحقيقة عاملت اللي عليها مؤثرتش بس فشلت مش لأني دماغي نشفة ولا إيماني قوي لا 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 لأني فعلا ليش أي علاقة بتنظيم القاعدة بلديك شايف هتيني مرمي قدامك أوه بناتي كبره وأنا هنا وحيتجوزه وأنا برضه هنا وإن شاء الله خارجتي هتكون برضه هنا لا حاول ولا قوت يا عام الحج يا عام الحج أنا مقدر مشاعرك والله بس أنا مليش دعب كل الكلام اللي انت بتقوله ده أنا غير يا ابني افهم أنا مش بقولك الكلام ده عشان يأسك واللحبتك أنا بس عايزك تبقوا واقعي وتشوف الأمور على حقيقتها الأمل في السجون بيدمر العمر الله يطمنك يا أخواني رجعوني زنزانتي طب تعالي تعالي خلص خلص واحد 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 استريح مش هفتح بقي معاك بكلمة واحدة اعمل له شاي أبو مصعب عمرك يا دكتور بو مصعب كان معلقة سكر إن شاء الله طب ثلاث معالق واللي انت تشوفه كتير على فكرة والصح إنك تاخد معلقة واحدة واحذر السمومة ثلاثة الملح والسكر والدقيق بالذات في المعتقل لأن صحتك هي رأس مالك وإلا يا ربنا يحوجك لمحسن عرف الفاسد المعفن وأمثاله لا إله إلا الله بص يا دكتور إبراهيم اه أنا مقدر كل اللي انت عملته علشاني وإن شاء الله أول ما ربنا يا كريم من المية جنيه بتاعتك هترجعلك وفوقيها بوسة كمان بس أنا بقى ما عنديش استعداد أقبل فكرة إن أنا معتقل أساسا وسيادتك زي ما أنت بتقول مؤمن بفكر الجهاد عشان كده ربنا ما شاء الله منزل عليك صبر وبتكلمني على كل الظلم اللي انت تظلمتو ده ولا أكنه فارق معاك إنما أنا غير طيب ما تتطلع للفكرة دي يمكن يا روقك ينهر السود يا أخوانا أنتو يا كدعان أنتو يا كدعاني اللي برا يا عم أنا عايزة تحمس الفرادة اللي يا كريم فكري مين بس يا عم الحج اللي عايزة أتعرف عليه الشاي تسلم إديك يا بابا مصعد ما كانش لي لازمة تعمل روح انت يا بابا مصعد يشرب الشاي وهدى كده ما تفضلش تدور على الغلب بالغلب ما فيش أكتر منه عندنا هنا عارف يا دكتور أنا بقلق جدا من الشخص المتفائل اللي على طول مكتسم ده عشان اللي شايعني وجابني هنا رجل كان طول منه هارف أشيخ لضبه الله يكحمه بقى ما ترح مراح لا لا ادعيله بالهداية فإلا ما يعتدي بقى ربنا يكحمه ماشي بس أنا عايز أفهم حكا لما أنا مظلوم زي زيكم ليه مقعديني في حبس الفرادي الفلوس يا أخي العزيزي الفلوس لو معاك فلوس ممكن تقعد عندنا هنا طول اليوم وتروح تبات في زنزنتك ولو معاك فلوس أكتر ممكن تقعد عندنا هنا على طول وإحنا تحت أمرك لو حبيت إحنا؟ لا قطر ألف خيرك كفاية علي التهمة اللي أنا فيها عندي أمر إن نطلع منها فبلاش حكاية إحنا دي خالص وعلى فكرة فأول زيارة لي هرجع لك المية الجنيه بتاعتك متضحك على إيه؟ على حكاية الزيارة دي يا إنسان زيارة إيه؟ أنت راجل دمك خفيف وربنا حيحزك إن شاء الله الله معناه إيه الكلام ده؟ أنت مش لسه إيه إلي إن بيجي لك زيارة؟ عشان ده يحصل لازم يبقوا متأكدين إنك رضيت بالظلم وتصالحت معاه وأهلك رضيوا بالظلم وتصالحوا معاه إنما لو حسوا للحظة إن الزيارة لو جات لك حتطلب محامي وتعمل لهم قلق ومشاكل يبقى تنسى موضوع الزيارة دي خالص وعلى فكرة اعتبر المية جنيه اللي إنت أخدتهم قردة حسن وبقردوا وقت ما ربنا يفتح عليك موسيقى 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 بصراحة مش فاعلة هتكونت الفاكر ما هيقدر يعمل إيه يعني مياما يا راجي قلتلك بلاش الرومانسية الصبرية بتاعتك دي دعينك بعد في ناس أكبر وأهم من أخوك ده مئة مرة وبقدروش يحطوا عينهم في راقة أمن دولة أيوا بس أنا أخته يا مونة أخته أكلام يا جد ولا هزعلي مني وأنا بهم ولا بلاش الزر دلوقتي طيب ماشي نتكلم جد أولا أنت ليه مقتنعة جدا كده إن أخوكي مزعلان عليكي لا يا راجي أكيد طبعا زعلاني جدا ومتدايد بس في الأول وفي القافر الغلطة كانت غلطاتك بص يا حديدتين أنا عارفة الحاجات دي حصلت إزاي وفق أنه الظروف وإنه كلب ده يستغل ضعفك بس برضو كل الحاجات دي ما تديش لأخوكي القوى أنه يقف قدامه زالتي من كلامي لا خالص والله بس أنا سعلمان علي أحمد من هو فيه داهر ديها بسببي بس أنا مش هاسكت هاطلع على الإعلام وحك قصتي مع هايسم وأقول أنه هو سبب في تلفيق القضايا لأحمد واخوه عارفوا بقى الكلام دي تعميه بإيه؟ تكتبيه في مدوانة وتحطيه على النات وإحنا كده بنا وبين بعضينا نعمل له شير بقى تويتر وفيسبوك كده ولا أقولك تحب تصورني نحطه على اليوتيوب وإذا بتوع من الدهر يحبوا يطنشوا كده ويسبوه كام يوم ماشي كام ألف وواحد حيقران طبعا لأنا نحاول يا مونة نحاول هيرفع عليك قضية سبب وقصر وقرنان للأسف هيكسب لأنك ما عندكش أي دليل على كلامك وسعيتها بقى بصراحة مش تبقى سعيتها أحمد خالص لا أنا مش مصدقة لما هنا دي بجد مش مصدقة ما أنت عارفة كويس أو إن في ناس كتير حياتها بتتدمر تماما على أزيب أكفى من دي أنت كده بتطمينيني صح؟ لا مش صح أنا كده بحاول أكوي جرحك عشان يخفه بسرعة عشان تعرف يتفكري بصي أنا حاولت أفهمك أنت وأحمد قبل كده أنت بحبتش تفهموا قلت لكم بلاش تحدوا الزابط ده بصوا لقدامي ساعتها قلتوا علي أن أنا بقيت إصلاحية ونبقيتش ثورية وكلام كده بصي أنا مزعلها منكم خالص بس دلوقتي أرجوكي إسمعيني وحاولوا تفهمي أنتو مش واقفين قصاد زابط أمن دولة لا أنتو واقفيني قدام جسم عملاق للنظام قمر ومتوحش لو حد فكر يلمس منه شعرة بيلفي حرب كل قوته عارفة ليه؟ عشان ما يستجراش يفكر يعمل كده تاني يعني إيه؟ أسكت ويأس وخلاص؟ لأنا حتى مش عارفة أتكلم أحمد واتطمن عليه لا ما تقاسيش إن شاء الله هتكلم مع أحمد وحتشوفيه واحد الطمن يعيوحية العبراءة كمان عرفك يا رجي أنا مش سكتة أنا بعمل كل حيط عشان أجيب ملف القضية ولما بفعل الملف في إيدي أنا بقى هشوف بالو القضية دي على أساس إيه؟ وحمسك الأساس ده وأهده طوبة طوبة موسيقى 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 المترجم للقناة 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 طبعاً المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة تتقطر يغير من اللي عمل عبد الناصر عمل يونيو دي فعلا خربت البلد خلاص يا أمكل؟ بس في نفس الوقت ياسطا هي نقت البلد نقلة عظيمة جدا خلاص؟ احنا بصراحة مش قادرة أفهم الجيل بتاعكم خالص مش فاهمة انتو ليه مصيرين تعيشوا في ملفات الماضي وانها بصراحة لا بتجيل ولا بتوينتي خالص اللي مالوش ماضي مالوش مستقبل فيدي ماكهة؟ لا بس احنا بقى ان شاء الله حنعمل مستقبلنا بإذنة ومن غير الماضي بتاعكم ده انتو مش اللي عرفوا تعملوا أي حاجة قبل ما تهدوا نظام يوليو ده كله على بعضه طب ما نرجع لروح يوليو يوليو اللي نحاسة الغالبية العظمى من أبناء الشعب تاني حيولي غالبية؟ انت مغيب يا أستاذ؟ اسمع انا لا اسمح لك ان انت تتطول عليك وانت يعني عشان بسك سجارة عمالتونكو فيه هتقل أدبك علينا لا بغاية كده والحوار انتهى بس قبل ما تمشوا انا اللي عايز اسألك انا اللي مستغرب اساساً ازاي مواطن زيك عانى كل المعاناة دي من النظام الثافر ونسى الغاية دلوقتي بتدفع عنه انت اكيد في حاجة مش مزبوطة هيني يتهالك تفضلوا عن اذنك تورتوني مهرش يا بيدي ما كانش ينفع اسكت كان لازم اعمل كده بالعكس ده انا اصفى جداً يا عم يا يصفى انا اصفى يصفى ولا همك ما تفرقش مش فهمه انا كلمتوا النهارده الصبح ادتوا الاسم والبيانات وددت كده ملخص عن الموضوع وقال يعمل علي بالليل حيكون عندي معلومات انا مش فهمة عمى ما تخلت امني بعيد واني كده ولا همك انا مسكت روش وقفتوا عند حده همه لا تمام ايه تتحكي عليها لا ابداً المتخيلة أنكل حلم هو بيقول لمندرية مكتبه بس أنا ما تكتلوش وقفتوا عند حده أنا شوية مجيل بتاعكم طول وقت فاكر إنه بيثبت الناس وقفهم عند حدهم وأنا في الحقيقة بقى بحس بصراحة يعني إن إنتوا الواقفين في مكانكم كل واحد واقف لحلك سر آه إنت كده هتكمل علي بقى هتخلينا شوك إن اللي حصل جوه ده كان مؤامرة لا والله إحنا عزيين أبدًا أنا بس معلش يصهر الكلمتين دول كانوا محشرين في زوري معرفش أقولهم جوه بس بجد نقس حقك علي بص يا بنتي أوك تخلي حدي يضحك عليكي في موضوع الأجيال ده أنا عارف إنتوا اللي زيك عرفانين مننا شايفين إن إحنا اللي ضيعنا البلد بس إنتوا معذورين عشان ما خدتوش فرصتكم في الحياة لكن لما تدخلوا الحياة وتأخذوا فرصتكم هتعرفوا إن المسألة مش مسألة أجيال ولا سن ولا عمر المسألة مسألة انتماء وانحياز ممكن واحد عجوز لكن منحاز للشباب ممكن يكون فيه شاب لكن جواه روح عبد يقبل إن عجوز يحكمه ما عندك حق أنا لازم ألحق طريقي بقى بس أنا لازم أدبر كزمة مظبوطة على أم العيال مش هتصدق إن أنا ما عرفتش حاجة أنت بقى لازم تساعديني يعني؟ بجد يا حبيبتي ربنا يكرمك ويسعدك وأشوفك عروسة منورة كده في وسط الجوش يعني خلاص؟ هيسمحونا بالزيارة الإسبوع الجاي؟ ربنا يخليك يا حبيبتي وأشوفك متهنية طب ما عرفتيش هما كانوا متهمين محمود وأخوه في القضية دي ليه؟ خلاص خلاص مش مهم مش مهم المهم إنهم هيطلعوا براقة بإذن الله تعرفي أنا من أول ما شفتك كنت حاسة إن الخير هيجي على أديك ربنا يخليك أنت صحيح خبتي في القضية بتاعت الجامعة لكن معلش ربنا عينك للهم الكبير ربنا يسعدك يا حبيبتي ويكرمك ويجعلك في كل خطوة سلامة ويكسبك كل الأضايا مع ألف سلامة يا دناي مع السلامة والقلب دعيلك يا أختي الحمد لله يا سلام يا منت كريم يا رب قلبي بيراف راف كده هو من الفرحة هنام فرحانة النعاردة يا سبحان الله تعرفي أني وأنا بقى للسمك النعاردة بصيت في الطصة بتاعت الزيت كده هو لقيت باب تبير مفتوح قوي استعيق لي أني بحلم قلت الحمد لله خير يا رب الله هم اجعله خير أهو تحق جرى إيه يا راجل ما انتش فرحان يعني لا فرحان بس كنت حابقى فرحان أكتر لو كان السمك سوخة شفت بوكي؟ دايماً همه على بطن بس يلا ألف هانا وشفا حلوة الخبر الحلو ده أنا هقوم أقليلك سمك تاني من أول وجه لا لا خليك يا عادة أنا قردت أشبعه فضل حاجة بسيطة من البلطية دي وشكراً على كده أنا قريت عامنات النهاردة في موقع اسمه المصر اليوم إن الرئيس الأسبوع الجاية منه لله حسبي الله ونعم الوكيلك هيقول خطاب في عيد الشرطة اللي جايدة وبيقولوا إن في مصادر مهمة قالت إنها يبقى فيه أخبار أمنية خطيرة تفتكر يا بابا إن حاجة زي كده ممكن تخص قضية أحمد ومحمود؟ أكيد يمكن عارفوا مين اللي عمل المصيبة دي والرئيس طلع مخصوص عشان يدي عفو لعيالي إلهي ربنا يكرمه ويديله الصحة والعافية ويطول في عمره يا رب يا سيكتي يعني عاجبك كده يا تحية هي نصاك انت كمان بتدي أمك أمل كاذب وإحنا مش عافين رأسنا من رجلينا يا شيخ حرم عليك بتكبسني ليه؟ بتسيبنا نحلم يا راجل إحلام على قدك يا فاطمة إحلامي على قدك بلاش نعيش بأوهاب بلاش بقى الأوهاب استغفر الله العظيم يا يا اختي دا مالو الراجل دا بزي ما يكون مش فرحان إنه هيروح يزور ابني طب خسارة فيك السمك بقى اللي أنا قلته لك يا ريتنا كلنا كل يا جماعة معنا وحدي حبولاً آه بطنة بتتقطع آه مغز يا ريتنا كلنا كلنا يا أخوانا يا أخوانا حد يرد على الراكل يا جدعام يا جحافين لنا يا مالله يا خرب بيوتكم يا جماعة عد يشوفنا هذا كثير موسيقى موسيقى موسيقى